بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين محاضرتنا اليوم هي تقنية التصوير التجسيمي الهولوغرافي في بداية المحاضرة أحب أوضح فكرة الهولوغرافي عن طريق أخذ مثالين المثال الأول لو تصورنا نحن الآن في محاضرة عن جسم الإنسان أو قلب الإنسان وباستطاعة الطالب أن يرى القلب وأن يرى الأوردة والشرايين المرتبطة به وكذلك الدورة الدموية القلب الذي يرى قد يكون من جسمه أو من جسم زميله كيف يكون انطباعة وكيف يكون تأثير على المادة العلمية وفهمها بالنسبة للطالب المثال الثاني لو فرضنا أن لدينا درس عن التركيب الكيميائي للدي أن أي لكن من يقوم بشرح هذا الدرس هو الدكتور أحمد زويل نفسه أحمد زويل عالم عبقري عربي حاصل على شهادة نوبل وقد قام بدراسات مستفيضة وكثيرة عن الدي أن أي وعن الجين والجينوم حيث قام بتطوير المجهر أو الميكروسكوب الألكتروني إلى رباعي الأبعاد بحيث استطاع رؤية حركة الذرات والجزيئات في زمن الفيمتو ثانية الفيمتو ثانية هو عشرة السالب 15 من الثانية يعني في زمن كلش قليل رأى حركة الجزيئات وشخص مواضع الدي أن أي كانت له دراسات مستفيضة في مجال الجينوم حيث عرف المواقع المسؤولة والتي تحدد التركيب الجسمي للإنسان كلون العين، لون الشعار وغيره كذلك حدد المواضع المسؤولة في الدي أن أي عن الضمير عن الصدق، يعني عن التركيب النفسي للإنسان مثل هكذا أستاذ ويقف ليشرح محاضرة عن الدي أن أي كيف تكون تأثير هذه المحاضرة وكيف نكون على تواصل مع التقدم العلمي حضور في محاضرتنا لا يتطلب منه سفر أو تعب وإنما هو في جامعته أو في محاضرته وينقل بهيئة مجسم ثلاثي الأبعاد إلى محاضرتنا كيف يوفر لنا الوقت والجهد وكيف يكون تأثير في المادة العلمية السؤال هنا، هل هذا ممكن؟ هل ممكن تحقيق هكذا أمثلة؟ وهل تم تطبيقها؟ لنرى ماذا تخبرنا عنه تقنية الهولوغرافي الهولوغرافي هو تطبيق من تطبيقات الليزر العصرية والمشوقة والتي تذهل لها العيون والتي توظف للعلم أو التسلية أو مجالات أمنية الهولوغرافي عبارة عن تقنية تنفرد بخاصية ما تمنحها القدرة على إعادة إنشاء صورة للأجسام بصورة ثلاثية الأبعاد في الفضاء وبالاعتماد على الليزر الهولوغرام الهولوغرام هو ما ينتج من عملية أو تقنية الهولوغرافي وقد أخذ هذا المصطلح من كلمات يونانية الهولوز يعني التصوير الشامل والإقراما يعني المكتوب الهولوغرام هو صورة ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها باستخدام إسقاط فوتوغرافي وهو عبارة عن عرض مرئي يقوم بإعادة الصورة بطريقة عالية الجودة الصورة المتكونة تطفو في الهواء كمجسم ثلاثي الأبعاد يظهر كطيف من الألوان المتجسدة على الشكل المراد عرضي وكما موضح في الصورة أمامكم في بعض المرات ظهور أنوار للمقدسين والمقدسات كالسيد العذراء عليه السلام وكالسيد المسيح عليه السلام في بعض الأماكن وفي بعض المناطق وهو كان باستخدام الهولوغرام جذور هذه التقنية يعود إلى عام 1947 عندما كان العالم جابور يقوم بمحاولة لتحسين قوة التكبير في الميكروسكوب الألكتروني وتوصل إلى هذه التقنية إلا أنها كانت في ذلك الوقت غير مفيدة لأن الضوء المستخدم هو أحادي اللون فقد ساهمت في تأخر ظهور التصوير المجسم إلى وقت ظهور الليزر عام 1960 تم صناعة أول هولوغرام وبعد العديد من تجارب قام بها عالمان من جامعة ميشاقان في عام 1967 لإنشاء مجسم ثلاث الأبعاد نحتاج إلى جسم نسقط عليه أشعة الليزر أشعة الليزر تنقسم إلى قسمين بواسطة مجزء الضوء الذي هو عبارة عن مرآة يمر القسم الأول عن طريق عدسة معينة وعن طريق مرآة إلى الجسم الأصلي المراد تصويره والجزء الثاني ينعكس عن طريق مرآة وعدسات إلى الفيلم الهولوغرافي الفيلم هنا عبارة عن مادة شفافة وتكون حساسة للضوء الأدوات المستخدمة في صناعة الهولوغرام أولا جهاز الليزر أهم جزء في صناعة الهولوغرام هو جهاز الليزر المستخدم في تكوين الهولوغرام ليزر الهيليوم نيون وذلك الذي يكون الضوء الأحمر المستخدم في التطبيقات البسيطة للهولوغرام لكن ممكن استخدام الليزر دايود إلا أن الصورة المتكونة ليست بجودة عالية ثانيا الحدسات الحدسات موجودة في الكاميرا أيضا في الكاميرا تقوم في استقطاب وتركيز الضوء لكن هنا في الهولوغرام والتصوير الثلاثي يكون عملها هو تفرق وتوزع الضوء على مساحات من الجسم المستهدف في التصوير ثالث جزء مجزء الضوء مجزء الضوء هو عبارة عن مرآة تتولى مسؤولية فصل الشعاع الساقط عليها إلى جزئين حيث تمرر أحد هذين الجزئين وتحكس المتبقي منه الجزء الرابع وهو المرايا المرايا مع العدسات تقوم بدور هو تسيير أشعة الليزر وتحديد مسارها وتجزئة الضوء وتوجيهه إلى مكانه المخصص الجزء المهم هو الجزء الخامس مهم جدا وهو فيلم الهولوغرام الفيلم يمتاز بالقدرة العالية على التحليل ويتم الاعتماد عليه في رصد الهولوغرام ويعد في غاية الأهمية نظرا لاستخدامه في إنشاء الصور الهولوغرامية الفيلم عبارة عن طبقة رقيقة مكونة من مواد حساسة للضوء يكون موضعها فوق سطح يتصف بنفاذيته للضوء الآن نشاهد جهاز العرض جهاز عرض الهولوغرام أجهزة العرض كثيرة ومتنوعة وذات أشكال متعددة لكن هذا الجهاز هنا يشبه المروحة ترجمة نانسي قنقر استخدامات تقنية الهولوغرافي أولا رسم الخرائط العسكرية عند قيام القوات العسكرية في معركة ما يجب معرفة الواقع ومعرفة التضاريس التي سوف تقوم عليها بالعمليات العسكرية لذلك هذه التقنية تسهل الحصول على صور ثلاثية الأبعاد قادر على تقديم صورة قريبة للواقع تماما بحيث يمكن للجنود رؤية التضاريس بصورة ثلاثية الأبعاد والمساعدة في تدريب الجنود على المهام من خلال محاكاة أرض الواقع ثانيا تخزين المعلومات من أبرز تطبيقات الهولوغرام الشائعة هو تخزين البيانات بشكل هائل ورغبة الجميع في تخزين مئات من القيقات المؤلفة من الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والاحتفاظ بها مدى الحياة ومع ظهور الصور ثلاثية الأبعاد أصبح بالإمكان تخزين كافة المعلومات المتعلقة بالضوء المنعكسي عن الجسم إضافة لتسجيل البيانات الدقيقة والصفحات المرتبطة بالصورة مما يعني قدرة تقنية الهولوغرام على تخزين مقدار كبير من المعلومات وعند أخذ هولوغرام بصري لصفحة من المعلومات وإطلافها فبالإمكان إعادة تشكيلها من خلال أي جزء متبقي منها إضافة إلى أنه الهولوغرام يمتاز بعدم إمكانية نسخه وبأي طريقة كانت لذلك يصعب تزويره وهو مستخدم في بطاقات الاعتمال الاستخدامات الطبية ساهمت تقنية الهولوغرام في إحداث نقلة كبيرة في المجال الطبي وخاصة في تصوير المريض والحصول على معلومات وافرة عن حالته بدقة عالية حيث تحتمد تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي وبالأمواج فوق الصوتية على تكنولوجيا متقدمة قادرة على الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد وملونة لجسم المريض دون الحاجة لأجهزة عرض أو نظارات خاصة لمعاينتها بل يكفي فقط النظر إليها كالمعتاد لاكتشاف ما يعانيه المريض سواء في القلبي أو الدماغي أو الكبد أو الرئتين وغيرها من أجهزة الجسم وهنا مجموعة من الصور الهولوغرامية أخذت لأجزاء الجسم المختلفة كالدماغ، كالقلب، كالجنين وغيرة رابعاً في مجال الفنون استخدمت كثيراً هذه التقنية في مجال الفنون حيث استخدمها فنانون كثر حول العالم لثني الفراغات واقتطاعها ودمج مجموعات مختلفة من الصور ومقاطع الفيديو لإنتاج أعمال فنية متحركة وبتقنية ثلاثية الأبعاد فمثلاً في نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 قدم مهرجان شتاء طنطورة مفاجئة للجمهور وهو استعان بالفنانة المصرية صابرين من أجل تجسيد شخصية السيدة كوكب الشرق أم كلثوم وطريقتها على المسرح ومن ثم إعادتها بالكامل بالموجات فوق الصوتية على خشبة المسرح عبر هذه التقنية ويذكر بأن هذا الحدث كان الحدث الثقافي الأبرز الذي تستضيفه محافظة العلاف السعودية وقد استضاف المهرجان هذا نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم جميعهم على قيد الحياة باستثناء السيدة أم كلثوم خامسا استخدمت هذه التقنية في مجالات التعليم المختلفة في علم التشريح كما رأينا في الفيديو الأول والعلوم التطبيقية كالكيمياء والفيزياء علم الآثار وعلم الفلك والجغرافيا والتاريخ وغيرها من العلوم فمثلا في هذه الصورة قد تم تصوير كوكب المريخ بهذه التقنية لتسهيل مهمة الباحثين للحصول على صور أكثر واقعية حيث وفرت صور ثلاثية الأبعاد عن العينات الصخرية الموجودة على سطح المريخ بدل عن استخدام الصور ثنائية الأبعاد الاستخدام اللطيف هنا استخدمت هذه التقنية كمرشد طريق افتراضي في اليابان هذا هو دا كنت التقنية الأفضل في سطح المباشر إنه مرحباً لإستخدام تقنية ويقع وفرت ورحبه ممتعد وممتع سطح المباشر سطح المباشر ورحب إلى سطح المباشر ورحب إلى سطح المباشر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة